مشاهد القتال التي تتجدد في أعينهم كل يوم كفيلة بأن تخمد وميض براءتهم هذا هو حال الطفولة في بلد أثقلت الحرب وتراجيدي الواقع يوما بعد آخر ولأنهم لا يعلمون ما هي الحرب ولا يدركون بعد حجم ما وصلوا إليه فإن نظرات التعجب حينا والتوجس أحيانا أخرى تظل متوجهة صوب الكاميرات الموثقة لمعاناتهم مليون طفل في سن الدراسة محرومون من التعليم كانت هذه هي الإحصائية الأخيرة التي أعلنها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن فيما اليونسيف قالت إن نحو 1600 مدرسة تعطلت وإن اليمن ستخسر جيلا كاملا من الأطفال في حال استمرت الحرب وأكدت في إجاز أورده ناطق المنظمة في اليمن مقتل أكثر من 1200 طفل وإصابة أكثر من 1500 آخرين كمحصلة أولية إذن تظل الحرب قاسية على الجميع ولكن ليس بحجم قسوتها على الأطفال قد يستطيع الكبار تجاوزها إلا أن أثرها يظل محفورا في عيون الصغار وقلوبهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر